بما أن نحن نتكلم عن العائلة، دلوقتي معظم الأمهات عندهم التحدي التحدي التاع، أنا أولادي عايزة أخليهم يبقوا بيصوموا، يبقوا بيصلوا، يبقوا حتى عايزين معنا أكتر بعض الأولاد في سن كبير شوية بعد الفطار على الطول بيجروا ويخرجوا مع صحابهم، إذا أقدر أخلي أولادي أعودهم أول حاجة لو في سن صغير على الصيام من غير ما بقى برهبهم أو برغمهم، نفس الوقت لو كباروا شوية أن أعادهم معي ونعمل التربط الأسري، هو أهم حاجة أن الطفل يعني السؤال ده بيعتمد على الطفل عنده كم سنة، يعني طفل عمره سبعة غير طفل عمره عشر، غير مراهق، فطفل عمره سبعة إحنا بنرغب، هي فكرة الترغيب وليس الترهيب، يعني مش بنضغط عليه، عمره سبع سنين بنضربه، بنبدأ نضربه خطوة خطوة، والتدريب مش هصومه 16 ساعة يعني لغاية الظهر، بعدين الترغيب هي الرغبة أقوى من أننا حتى يعني هي اللي بتحرك القدرة الرغبة، فترغيب الطفل وحبه للصيام دي أهم حاجة، أهم من أننا أقول له لأ لازم ولأ المفروض ولأ تعمل، ده طفل يعني إدراكه غير إدراكنا، استيعابه غير استيعابنا، فالترغيب في الموضوع بالتحفيز، إنه هو يحب الموضوع، إنه إحنا نحفزه ونشجعه وبروفو عليك، وصمت النهاردة لغاية الظهر ده إيش شطرة دي؟ الكلام ده لغاية سنة عشر سنين، لو بدأنا معاه من سنة سبع سنين لغاية الظهر، وبعدين شوية واحدة واحدة كده لغاية عشر سنين هو يكون حابب ليه؟ نحنا هنفهمه المعنى المضمون للصيام، المعنى الحقيقي للصيام، مش إنه إحنا هنقطع أكل وشربه بس، لأ، في أعمال خير وفي عطاء وفي بركة، وصلة أرحام وفي صحة والخير بتاع الصيام أو معنى ومضمون الحقيقي الحلو للصيام